أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتناظر قوما ما ناظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عاقهم عغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين عيدهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواهم عليهم أأنذرتهم أم لم تناظرهم لا يؤمنون إنما تناظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ عرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث را فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعدم إنا إليكم لمرصدون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطجرنا بكم لإن لم تراته لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم إنا عذاب حليل قالوا طائركم معكم أإن ذكتهم بل أنتم قوب مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعدكم عجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من رادوني عالية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم عني شفاعتهم شيئا ولا يراقضون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمعت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المقرمين وما معزلنا على قومه من بعده من بعده من راجراد من السماء وما كنا معزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لهم جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبرا فمنه يحقلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليحقلوا منها ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ منه ما رفع ذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغينا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا غريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولا هم يراقبون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مواردين وإذا قيل لهم أنفقوا بمما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن ويكونتم صادقين ما يناظرون إلا صيحة وعدة ترى تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفقوا في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يراسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرعمن وصدق المرصدون إن كانت إلا صيحة وعدتنا فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفسنا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعمدون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل رافاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام أولى من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجدمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كرة توعدون إسلوح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعون دبيا ولا يرجعون ومن نعمره ننجسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لهم إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق الحور على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت عيدنا أنعام رعا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا منها دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جمعد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعدنون أولم يرى الإنسان أما خلقناه بمطفة فإذا هو خصيم مبين وذللنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أراش أها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 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 الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البياد الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزاد ألا تطغوا في الميزاد وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزاد والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكماب والحفظ العصر والريحاد فبأي آلاء ربك ما تكربان خلق الإنسان من عصر الصدر خلق الإنسان من مارج من النار فبأي آلاء ربك ما تكربان فبأي آلاء ربك ما تكربان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكربان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجاد فبأي آلاء ربك ما تكربان مرج البحرين يلتقيان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكربان مرج البحرين يلتقيان كل من عليها فاد ويبقى وجه ربك ما تكربان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان كل من عليها فاد مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربك ما تكربان سنحرم لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكربان يا معشر الجن والإنس استطعتهم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكربان يرسل عليكما شواه من نار ونحاسران فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكربان فإذا انشرت السماء فكانت وردة ضعك الدهاد فبأي آلاء ربكما تكربان فيومئذ لا يسأل عرضا به إنس ولا جار فبأي آلاء ربكما تكربان يعرف المجرمون بسماوات يعرف المجرمون بسماوات فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكربان هذه جهنم التي يكرب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميب حاد فبأي آلاء ربكما تكربان ولمن خوف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما من كل فاكهة زوجان زوجان فبأي آلاء ربكما تكربان متجئين على فرش بطاء ما منه استبرق وجن الجنتين داد فبأي آلاء ربكما تكربان فيهن قاصرات الظرف لم يطبخ هنهن صنع قبلهم إن صنع قبلهم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكربان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكربان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكربان 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 مدتكهين على رفرف حضر وعبك رج حسان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبذة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على شرور موضونه متكئين عليها متقومين يطوفون عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلء المكمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسبوه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعا إنا أنشحناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أكرابا لأشآل اليمين فلة من الأولين وفلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميد وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحراق العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا قرابا وعظابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضلون المكذبون لآكلون من شجر من زكوب فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم المشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحبثون أأنتم تزرعونه أم نعم السارحون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نعم معرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المعزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع مجروم وإنه لقسم له تعدمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكمون لا يمسه إلا المتهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا العديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأراتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه من رعاكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وعما إن كان من المكذبين الضلين فنزل من حميم وتصرية جعيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تباوك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديم الذي خلق الموت والحياة ليبدوكم حجكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن منها تفاوت فارجع البصر ألترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسيب ولقد سينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعطدنا لهم عذاب الصعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جنم ومئس المصير إذا ولقوا فيها سمعوا لها شهيخا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ويقي فيها فوج راس علىهم خزنتها ألم يحتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في صحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فصحقا لي صحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرسقين وإليه المشور أأمرتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جرعد لكم ينصركم من ردون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يوزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على شراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما يعوه زلفة راسعة وجوه الذين كفروا كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتدعون قل أرأيتم إن أفلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عظيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورها فمن يحتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمد قم الليلة إلا قليلا نصفه أرقص منه قليلا أو زد عليه ورطل القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا إن لك في المهار سرحا قويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا وفتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم حجرا جميلا وظرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غسفة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدتم عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعب الولدى نشيبا السماء من فطر به كان عاده مفعولا إن هذه تغتره فمن شاء تأخذ إلى ربه سبيلا إن ربك العالم أنك تقوم أدنى من خلصه الليل ونصفه ونصفه ونلغه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنار علم أن لا تحشوا فتاب عليكم فقره ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يغربون في الأرض يلتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير ما تجدوا عند الله عند الله هو خيرا وعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم